السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا وسهلا بكم معكم محمد علي وحلقة جديدة وعالم اسر والتقنية جمعة مباركة عليكم جميعا النهاردة حلقة عن النصب على التليجرام يريت نركز فيها لانها هتفيدكم جدا 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 وهتوفر عليكم واجع دماء كتير وتوفر عليكم لقدر الله سرقة الفلوس بتاعتكم يبدأ المعرف بتاعة التليجرام انا لا بعمل اعلانات انا ما بقى اخشش لحد في اي جروب او على الخاصة اقول له تعالى اشترك في الموقع ده ما بطلبش من حد اي فلوس ما بقمش بوسطة مالية ما بعملش اي حاجة من كل الكلام ده عشان خاطر اليوم منذ البات موضة ان في ناس ومدخل باسم يوتيوب برس بتقوم واغداء الصور بتاعتهم وتخش وتقول انا فلان الفلاني وتدعي انها هي مسلا احمد علي ويخش يقول لك تعالى اشترك في الموقع الفلاني او تعالى اعمل عندي قناة عنانات مخفضة او 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 واخد فلوس وبعد كده يتكل على الله فالموضوع ده نخلي بنا منه جدا ادي ال اس ار سي ال يو بي ولو انت شاكك في ان اللي بيكلمك ده احمد علي ببساطة جدا اتاكد من المعرف هتلاقي فيه حرف زاد او ناس حرف ان ده واحد منتح للشخصية وفي نفس الوقت برضو ممكن حضرتك تعمل حاجة وسيطة تطلب مني ان انا اكلمك صوت اه بعتلك رسالة صوتية هيبان من الصوت لان طبعا صوتي معروف بالنسبة للفيديوهات فصعب ان حد انتح الشخصية صوتيا دي رقم واحد بنيجي بعد كده الوساطة المالية الوساطة المالية ناس كتير جدا بتحتاج انها تشتري عملات المحافظة بتاعتها او تبيه فلي بيحصل ان دايما بيبقى في مجموعة بتاخد اسماء ناس معروفة على التليجرام وبتقوم حط حرف زيادة حرف ناقص لما حد يقول مسلا انا معي 300 دولار وعايز يباحهم يقوم تلاقي واحد داخل عليك كده بفجأة ولكن انا وصلت مالي معاك انا مستعد اشتريهم منك وبيديك اه لو انت هتشتري يعني انت لو عايز عملات هو بيديك رقم في الارض يعني مثلا بربعة جنيه من وصف جنيه لو انت عايز يبيع بيديك برضو بزيادة عشان خاطر طمعك انك انت تتعامل معه وبنجرد ما بتعمل المبيعات بتاعتك او بتبتد انك انت اه تبعت الفلوس بعد كده بيديك بلوك طبعا الموضوع ده انت اللي خسران فيه ومفيش اي حاجة هتضمن لك حقك مش هتقدر انك تعمل اي حاجة وكذلك هو برضو المعرف اللي هو بيستخدمه ده بيزاود حرف ونقص حرف مش ثابت بيقدر يلعب فيه طول الوقت وده من ضمن عيوب التلاجرام القاتلة انك اي حد ممكن يبقى اي حد في اي ثاني فالوساطة المالية لو انت هتخش او داخل في جروب كبير من الجروبات بيبقى ديما فيه حاجة اسمع وسيط مالي معتمد ما تستعجلش ما تروحش تدور على ربعة جنيه او نص جنيه زيادة خش على وسيط المعتمد وتعامل معه شخصيا عن طريق الجروب اللي انت فيه غير كده لا انصح باي تعامل على الانترنت على التلاجرام مع وسيط مالي عشان فلوسك ما تضعش طبعا جروبات الاستثمار انا مش محتاج ان اتكلم فيها انت عارفين اي حد بيقوم طالع انا المهندس فلان الفلاني او الدكتور الفلان الفلاني او عالم الزرة فلان الفلاني ويبتدي يقول اي هبد او يبتدي انه دخلك في مشروع عشان خاطر انك تبتدي تخط فلوسك بيبتدي فعلا تلاقي فيه ارباح لمدة شهر شهرين وبعد كده الموضوع بينتهي فيه ناس كهتفتحة قاعدة بالشهور زي التوقاي وفيه ناس تاني كهتفتحة قاعدة بالزبوات زي الدكتور احمد فالموضوع ملوش مسكة واغلب الناس كلها في الاخر اما بتفلس اما بتنصب عن الناس فخلوا بالكم جروبات للصمار وبالذات لما يكون صاحب الجروب غير معروف او غير فجأة ظهر كده من غير محد يكون ليه اي خلفية ولا على فيسبوك ولا على يوتيوب ولا اي حاجة شخصية هلامية كده تلاقيها ظهرت قدامك ده بيبقى مجال للشك والريب ان هو هينصب عليك في اغرب وقت انتحال شخصية يوتيوبرز انا طبعا قلتها فيه اه اي اي يوتيوبر عشان تاخد رأيه يخش في موقع ايه لا ده برضه تخلي بالك منه كلام فاضي مش هينفعك وداني اعلانات اي حاجة من الحاجات دي لو عايز تتعامل اتعامل مع اليوتيوبر يعني انت لو محتاج تعمل اعلان عند قراء عند حد يوتيوبر مشهور او حد يوتيوبر انت مقتنع ان هو ممكن يسوا للمنتج بتاعك لازم تخش على المعرف بتاع وتتحدث معه شخصيا ما تخشش عن طريق اي حد حطة صورة احمد علي او اي حد حطة صورة اي حد مشهور وانت عارفه عايز تتكلم معه تفتكر ان هو دل يعني ايه صاحب الحساب الحقيقي جروبات الاشاء الاشارات وتعويض الحسابات طبعا بعد موضوع النصب في بقى دلوقتي جروبات اشارات يقول لك رحلة ادفع 100 دولار وهتبقى قصة المشاف 1500 دولار ادفع مش عارفه حالات كتير وخش وهتبقى في خلال مثلا يوم هتدفع 50 دولار هتوصل مش عارفين طبعا كل الكلام ده بنتهي في الغالب بخسارة الفلوس زادة خسارة الاشتراك اللي انت دفعته اغلب الناس بتبقى ما عندهش علم بيبقى نقلين من جروبات كبيرة تاني والجروبات دي لما بيبقوا عارفين مثلا ان في حد فتح او بينقل من عندهم اشارات بيقوموا عاملين حركة انهم بيقوموا عاملين زي رحلة او حاجة زي كده يقوموا عين الناس وخلوا بالكم كده لازم يوقعوا الناس لان زي ما قلنا قبل كده اغلب المنصات بيبقى ربحها من خسارة الناس فلازم اي حد ان هو يخليك تكسب تكسب ويجي مرة واحدة يقوم يخسر الناس فالموضوع كله من البداية للنهاية ناس كلها اغلبة بيجيب الاشارات من جروبات اجنبية والجروبات الاجنبية هي الاساس ولكن برضو فيهم لعب كتير وفيهم نصبين ما انت فلوسكت بالضافة للإستثمار هتضيها في جروبات الاشارات وفي هذا الموضوع ان ما كانش جروب بينازل اشارات مجانية تبقى شايف قوتها بالنسبة لك ما تشتركش في اي جروب وخلي بالك وبعد كده لو حصل انك اكتشفت النصب ما تسيبوش اطلع بلغ الناس ان الجروب ده نصب ومحدش هتعامل معاه تاني بسكرينات شوت عشان خاطر محدش يقع ضحية تاني لهذا الجروب لازم تكون عامل حسابك انك انت تحمي نفسك ولو قدر الله ان لو اتنصب عليك يبقى تحمي غيرك على اقل تتحسب لك حسنة جرية انك انت او صدقة جرية انك انت يعني ايه رفعت ازع عن اخوك المسلم كان ممكن يقع فيه دي كل القصة بتاعت التليجرام خلوا بالكم النصب كتير جدا كل يوم بيبقى فيه جديد كل يوم بيبقى فيه حاجات تاني عشان ما تقولش عليكم نارض الجمعة تاني جمعة مباركة واشوفكم ان شاء الله حلقة جديدة واي حد تاني يتواصل معي او مع اي يوتيوبر يتأكد من الصوت يطلب رسالة صوتية تأكد ان هو ده فعلا فلاني فلاني لو انت شاكك في المعرف بتاعه واشوفكم ان شاء الله حلقة جديدة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته